سلام الله عليكم طلاب التاسع الفخمين. افخم ناس ان ذا كوكب واكبر لوف لوف كبير لعيونكم. ربي يرضى عنكم ويرضيكم دائما وابدا. اليوم راح نكمل حصتنا من الدرس الاول بالوحدة الثانية اللي كان شو موضوعنا الاقترانات. وكان فيه العلاقات. وقلنا مش علاقات شخصية ولا علاقات اجتماعية ولا علاقات مش عارف بطيخية. لا كان العلاقة. اللي هي عناصر مجال وعناصر مدى. والاقتران كان كل عنصر في المجال. له صورة واحدة فقط وين في المدى. واليوم نستكمل الموضوع اللي بقلنا رمز الاقتران والاقتران الخطي. شو رمز الاقتران والاقتران الخطي. شو هيدا? تعالين شو شو هيدا? يبين الشكل مجاور تمثيل بيان المعادلة الخطية من متغيرين وقد تعلمت سابقا كتابتها الاخرية اجتاز اقتران اوه ما ينتهز اوكي اوكي في 200 تمام? سيبك من السوالي فاي وتعلموا لكم. اول شي خليني ابدأ انا وياكم بموضوع ايش اسمه رمز الاقتران. الاقتران شو من يرمز له? الاقتران من يرمز له بالرمز اف الاكس. او مثلا جي الاكس. او مثلا اتش الاكس. طبع المتعارب عليه دائما احنا اف الاكس المتعارب عليه. بس اف الاكس جي الاكس اتش الاكس ام الاكس اخ الاكس الي الاكس اجي الاكس اف الاكس اح الاكس. اي رمز بدكم اياه يعني الى اخرة. تمام؟ هذا كل آياتهم يعبر عنهم بـ Y برضو يعني بقدر أقول له X هي نفسها Y G هي نفسها مين برضو Y H هي نفسها Y يعني هذا رمز الإقتران لكن لما نيجي نحكي عن إقتران خطي الإقتران الخطي يعني الإكس اللي بدل تكون في هذا الإقتران شو الأستبحها واحد أنت ليس سميتها خطي يعني قويتها قديش كانت واحد يكبرز فالإقتران الخطي يعبر عنه بالصيغة هاي طلعوا كيف؟ فهي الإقتران الخطي F X يساوي أو F X يساوي M X زائد B طب الـ M شو هي عدد والـ B برضو عدد بس كده الـ M ما تكونش صفر طبعا فهنا بنعبر عنه بالشكل هاد M X زائد B والإقتران الخطي كيف شكله؟ وعبارة عن مستقيم هو عبارة عن خط مستقيم إما متزايد أو متناقص جميلاً إذن F X M X زائد B المهمة الإكس هايشو قوتها واحد فهذا منعبر عنه باسم الإقتران الخطي يكبرز جميلينج أو جميلينج روح اللي أعلم بعدين نشوف شو هو بلشنا بمثال رقم أربعة والذي يقول ماذا يقوله هذا المثال ياذا مغيرها اللون فاش عنده غيره والله هو أكبر يا زرم بقولي إذا كان F X يساوي 2 X زائد 6 السؤال لو واحد قال لي هادا إقتران خطي بقول له ياس بتقول لي واي بقول لك بيكواز إنه X قوتها واحد خلص إذا X الأستباحها واحد هذا الإقتران اسمه إقتران خطي بمقول عنه فاجب على الأسئلة الآتيتي باعا أوكي دعا نشوف أنه إياكم أول فرع بقول لي ها دبالش حلو هون بقول لي جد F الثلاثة F الثلاثة يساوي بقول له يا كبيرز يا كبيرزة مش بدك F الثلاثة مش هاي الإقتران تبعنا هاي الإقتران تبعنا اللي هو مكتوب عندي F الأكس يساوي 2X زائد 6 بتقول لي أوه بقول لك شو يعني F الثلاثة بتقول لي يعني F الثلاثة يا كبيرز معناها الروع على الإقتران هاي دي هاي دي حلو باللبنين هاي دخلنا على هاي دي الاقتران كل X حط مكان الرقم ها اللي أنا أعطتك إياه F الثلاثة يعني حط مكان كل X ثلاثة طب أبقتيت لو كانت F الخمسة بقول لك حط مكان X خمسة طب أبقتيت لو كانت F البطيخة بقول لك حط مكان X بطيخة شو ما بكون بين الرقمين هذول ها لو جابوا لي F مثلا ها بطيخة بقول له باجههم بكتوا بثنين ها بقول له ثنين في X بنحط مكانها بطيخة بكمل زائد 6 تمام يعني هذا الرقم البنقسين يوضع مكان X بس بحطه مكان X بسي أكبر فخلص تلقاي F الثلاثة يعني حط مكان X ثلاثة F العشرطاعش حط مكان X عشرطاعش F البطيخة حط مكان X بطيخة لايك لايك لعيونكم فانما تقول لي F الثلاثة معناته بتروح حوما كان كل X بحط ثلاثة فبتكتب اثنين هاي الاكس بحط مكانها ثلاثة زائد ستة يساوي طب اثنين ضرب ثلاثة بقول له ستة زائد ستة طب ستة زائد ستة 12 إذا F الثلاثة قدش طلعت طلعت جوابها 12 12 يعني 12 هاي الترجم موجودة تخافوش الترجم موجودة ما تخافي قبل فرحة الثاني بقول لي بدي F السالب 4 زائد 10 تقول له يساوي لأن 10 هاي برا لي ملكوش فيها العشرة أنا هو شو يعني F السالب 4 يكبر يعني شي للاكس وحط مكانها سالب 4 كيف المباريات مرات في المباريات بكونوا شجعوا أيها يلعب قولي جبادة بعدين بيعصبوا على الحاكم الجمهور شو بقول لهم شي للاحكم وحط حمار شي للاحكم وحط حمار شي للحكم وحط حمار معناته شي للإكس وحط سالب 4 تمام يكبرز تمام يكبرز الله ما يكون لعم مش عجيبهم من الحكم وحنا أكيد بقول ما احترام لكل الحكام F السالب 4 نيجي هون مكان كل إكس بدأحط قديش بقول له مكان كل إكس ده حط سالب 4 فصارت 2 هي 2 الإكس مكانها منحط سالب 4 زائد 6 خلصنا آه هي 2 2 مكان إكس حطت سالب 4 زائد 6 زائد 6 خلصت فيه هون هو حكي لي زائد 10 بجيب زائد 10 بقول له يسوي 2 ضرب سالب 4 بقول له 2 في 4 8 وفيه سالب سالب 8 زائد 6 زائد 10 يسوي سالب 8 زائد 6 نطرح وإشارة الأكبر سالب 2 سالب 2 زائد 10 برضو نطرح وإشارة الأكبر كدس الجواب اللي هي 8 تمام تمامز نفرعوا الأخير منه من السؤال شبول لي أجد قيمة إكس اللي تجعل F في الإكس يسوي سالب 10 آه بقطة الحطمة كان إكس سالب 10 لا يكبرز أسحاي F في الإكس ضالة F في الإكس ماليش فيها الجواب سالب 10 يعني أنتو بتجيبوني F في الإكس هاي دي هاي دي F في الإكس هيوها 2 إكس زائد 6 وبتحكولي يساوي سالب 10 هيك بتساوه يعني بدي قيمة إكس اللي بتخلي الجواب قديش عندي سالب 10 فباجحل هاي بقول له هم نحط ناقص 6 ناقص 6 تروح حي محي بظل 2 إكس يساوي سالب 10 ناقص 6 سالب 16 لهم بقول له على 2 على 2 تروح 2 على 2 X تساوي 16 على 2 8 وفي إشارة سالب سالب 8 إذن قيمة إكس بتخلي الجواب سالب 10 قديش كانت عندي سالب 8 يكبر سالب 9 وفي أفهم سالب 9 وفي أفهم سالب 9 وفي أفهم ناس عندك أو كب تعال نشوف أتحقق من فهمي وبدنا نتحقق من فهمنا تعال نتحقق من فهمنا أنا وياكم نشوف وأكيد أنتم ناس فخمين وناس أكبر من الكبار وأكيد يا رب يا رب دائما أنكم فهمين أموركم تمام تمام وأجدع ناس عنده قوكب وأفهم ناس عنده قوكب كمان وهي الحركة الجميلة هيتها تلقى لك يا الله معطيني اقتران اسمه إذا كان جي أفو إكس يسوي عشرة نقص إكس أول إيش واحد بيجي يقول لي اسمع عشرة نقص إكس هذا الواحد سألني يقول لي هذا اقتران شو نوعه ويقول له هذا اقتران خطي واي بيكوز قوة واحد سهل الموضوع واي بيكوز إكس قوة واحد يعني ما فيش فيها إشي تمام فهاجب على الأسئلة التي تبعى عن أول فرع بدك يا مني بدك جي سالب خمسة هاي أول فرع جي سالب خمسة بتقول له يسوي طب شو يسوي بتقول له بروح على الاقتران ها كل إكس شو بدأ حط مكانها بتقول لي سالب خمسة فبقول لك هاي عشرة هاي عشرة هاي عشرة نقص اي نقص اكس شنو نحط مكانها بتقول لي سالب خمسة فبحط هون سالب خمسة طب سالب مع سالب يبقى موجب عشرة زائد خمسة خمسة عشر خمسة عشر يعني خمسة عشر بترجم العربي عربي هاي طبعا خمسة عشر يعني خمسة عشر والله هنا ما نحرمكم من إشي انجليزي بترجم الكومية عربي بترجم عربي عربي انجليزي بترجم عربي فرنسي بترجم عربي دازم والله أنه يابا يايهه. يا جميل Truth. يا روح يا جميل. بدنا هاي. شو معنى هذه جيدة 3 بقول له هذه جيدة 3 يعني الحط مكانه X 3. طب بنحط مكان X 3 بقول له 10. ناقص في X بحط مكانها 3. لأنه 10 ناقص X مكان X 3 كمل بقول له زائد 6. طب 10 ناقص 3. سبعة, سبعة زائد 6ٌ. يتجاول 13 13 deutsche يتجاب. تمام. هذا زي السؤال قبلي شي took a fewicht lg, بقول لي أجد قيمة إكس اللي ترجع على جي أوف إكس يساوي سالب 35 بقول له جيب هاي هايها عشرة ناقص إكس بقول لي يساوي قديش سالب 35 كيف ننحلها؟ بقول له بدخل اسم العشرة بحطه لها ناقص عشرة ناقص عشرة بتروحهاي محهاي فظا الإكس تنسوش فيه قدام الإكس إشارة سالب يساوي سالب وسالب نجمع والإشارة وسالب سالب 35 زاد 10 45 طب سالب ومع سالب يذهبنا مع السلامة الله يساهل عليهم مع القلعة بساوي قديش جواب إكس 45 يعني سالب مع سالب الله يساهل عليهم راحوا مع السلامة ما بالزمناش جميلين بتقول لي جميلين وخميلين وكل الحاجات الحلوة والجميلة واللي بتكون يا ياكبارز طيب تعال نشوف أنثل من الحياة ايه؟ هذا فرن غاز يا سلام هذا الغاز اللي ايه؟ ايش هذا الغاز يا كبير سبسناك سجرة هو لو في جرة كان سرقتها هنا وخليتها الغاز ماشي؟ بس المهم لا في جرة ولا ايشي بس أنا ولع أجرب شك 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 وليع في جرة غاز آه سلام بس في جرة غاز كان قدحناها المهم بقول لي درجات حرارة يمثل الاقتران هيدا الاقتران ولك فعل هالقلم يا سلام انت الثاني كمان ما يخسر علينا لا غاز ولا قلم طيب هذا الاقتران برضو هذا اقتران خطي وي بكوز الام قوة واحد درجة الحرارة تي بالفهرنهايت لفرن في أحد الأيام بعد تسخينه مدة ام دقيقة اذا الام هي الزمن الدقيقة اجي درجة حرارة الفرن بعد عشر دقائق منتاز بقول له اول فرع بدك يا له رقم واحد انت بتقول لي اجي درجة الحرارة درجة الحرارة اللي هي تي بعد عشر دقائق يعني مكان الام شو بدك تحط اللي عشرة بتقول لي بعد عشر دقائق يعني مكان الام هاي اذا نحط عشرة اذا نشيل الام وحط مكانها قديش عشرة طيب بقول له اكتب تسعة عش في ام حط مكانها عشرة. كمل زائد خمس وستين. يساوي تسطعاش ضرب عشرة بقول له مية وتسعين. زائد خمس وستين. يساوي اجمع خمس وصفر خمسة. ست وتسعة خمس وهون واحد بظل ميتين وخمسة وخمسين. جميل جميل. طب هون بقول لي فرع الثاني. اذا كانت اقصى درجة حرارة للفرن هي ثلاثمية وخمسين فرنهايت. يعني اقصى درجة حرارة درجة حرارة اللي هي تي. فاجد مجال الاقتران ومداه. فاجد مجال الاقتران ومداه. حلو. بدك مجاله ومداه. طيب. اولي شيء كبيرز انت المدى يعني بدك تطلع قيمة مين. قيمة ام. اذا بدي المدى فانا مضطر اطلع قيمة ام. ماشي. هل لما اطلع مين? المدى. طيب. كده اطلع ام. اولي شيء هاي. تي. يعني انا معاي تي. تلاثمية وخمسين. باجي بقول له بحط مكان تي في الام هاي تلاثمية وخمسين. يساوي تساطعش ام. زاد خمسة وستين. جميلة? بتقول لي جميلة. بقول لك الان ناقص خمسة ستين ناقص خمسة وستين. صار عنا تساطعش ام. هو انضلت يساوي تلاثمية وخمسين ناقص خمسة ام بالله هتقول لالحاسبه خلينا نستخدمها ونشوف هاي الي الصه. تمام? تمام. ها. لو جينا الالحاسب الان عنا تلاثمية وخمسين هاي تلاثمية وخمسين ناقص ستين خمسة ام يساوي ماتين وخمسة وثمانين. ماتين ثمانية خمسة وثمانين. على تساطاش. على تساطاش. بتروح ايه. اذا الام تساوي ماتين وخمسة وثمانين. تقسيم تساطاش يكبارز يساوي خمسة عش. هي قيمة ام. هل? اذا بهذا الاقتران بهذا الاقتران. التى تمثل واي والام تمثل الاكس. يعني الام هي المجال. لو بكون جوالاقتران هذا اسمه مجال. وهذا الرمز هو المدى. حلو فانتو لو ما تجد تحكولي مجال مجال يعني المجال هو ام طب المجال من وين لوين بقول له في سنة شوي ام قدش طرعت بقول لي خمستاش بقول لك طب من وين لوين من سالب ما لنهاية من عشر طعش من اربع طعش من وين كانت يعني بقول له والله يا سما انت بتحكي الام هي عبارة عن زمن في زمن سالب يعني والله الساعة سالب ثلاث ونوص لا ما في زمن سالب الزمن يبدأ من الصفر فبقول له المجال بده بلش من وين من الصفر وبنتهي في قيمة ام اللي عندي لي قديش هونه خمسطاعش لانه زمن بلشنا من الصفر وانتهينا وين بالخمسطاعش طب يا كبير زي المدى من وين لوين بسا بتقول لي المدى بقول لك او بسيطة المدى بتفتح فترة رحية بتحط فاصلة هاي بتعمل لي هاي اللي اعطيتني اياها بنهي في الفترة هاي ثلاثمية وايش هون خمسين لانه هاد اكبر ايش هاد عن مين هاد عن مين عند الخمسطاعش طيب وهون شو احط بقول له بتمسك الرقم هاده صفر وعوضي لي يا مكان ام تسعتاش ضرب صفر بتقول لي صفر صفر زائد خمسة ستين خمسة ستين وين في المدى بحط خمسة ستين يعني لما جيت على المدى كان عوضت مكان ام صفر هاي صفر زائد خمسة ستين خمسة ستين والرقم اللي انت معطيني اياها هاد الطالات عنده قيمة ام بحطه هو نهاية مين الفترة نهاية الفترة ماشا كبارز اعطيني بس فيه لكون قاعدين بيشوي اشي هشوف بالله اش عارف سنضي عليه شوي شوف بلاش كون فيه في اش في الفرن ينحرق الساعة بعد شوي لا 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 مبحي اشي حتما ضمنوا مبحي اشي افكت فيش جوه الفرن بلاش ينحرق يا السلام بلاشنا سيارات الساعة عطيها شو نوع السيارة هاي شكلها كياسيبيا لا يزي لنождения هاي هاي شكلها هنداي هاي شكلها هنداي ما هيك حاسي اتحقق من فهمي بيقولكم يمثل اقتران دي اوف اكس هذا الاقتران شاكينه وارك باع الكلام يا زرمي ها هاي ها ها هاي الاقتران دي اوف اكس المسافة دي بالكيلو مترات المسافة دي بالكيلو متر اللي تقطعها يعني دي هاي المسافة هاي مسافة اللي تقطعها السيارة باستعمال اكس لتر من الوقود اذا الاكس وقود اللتر من الوقود اجد مجال اقتران ومدى اذا كان الحد الاقصى لسعة خزان السيارة من وقود البيلتر البيلتر لحد الاقصى حلو؟ الحد بقولكم جد مجال الاقتران ومدى اذا كان الحد الاقصى لسعة خزان السيارة من الوقود اربعين لتر اربعين لتر هذا اقصى اشي ممكن تاخده بقوله طيب استنى مجال مبين هين. المجال تباحه من صفر اللوين. الاربعين. يعني بتاخد من كم من صفر الليتر الاربعين الليتر. هذا المجال. اه. طب بضلي المدى. بقوله المدى بدي طلع دي. يعني دي. وبدو عوض مكان الاكس اللي هي اربعين. هاي. الاربعين اوضوا لي اياه هون. اتناعش في اربعين. يلا بسريع سريع على احاس بها يا مشهرة التناش في اربعين. هاي اتناعش ضرب اربعين يساوي اربعمية وتمانين.. هاي اربعمية وتمانين. تولوا. هزا المدى. بدو كون من صفر. لقدياش لاربعمية وتمانين. ليس صفر? لانو عوضت الصف اللي اتناعش ضرب صفر صفر. والاربعين لما عوضناها قد شعض عضتناها اربعمية وتمانين. للسيارة الجميلة. بس مش عارف شنه معilanف تعليقات شنوها دعالله. عنقول لي هيك شنوها هاي. مش عارف هندي حاسنة. الله خوف الله نحو انضايق. من يعرف? اوه شو هاد? شيء جديد. الاقترانات غير الخطية. طب. اولي شيء الخطية لو اجيت انوا اياكم اتذكر شو هي الاقترانات الخطية. لو واحد منكم حب يذكرني شو هي الاقترانات الخطية. شو بقوله? بقول الاقترانات الخطية انا بعرف. لما تكون الاكس شو قوتها واحد. فالاقتران غير الخطية اقتران لا يمكن كتابته على صورة هاي. يعني اذا كانت الاكس قوتها واحد هاده شو منسمي? اقتران خطية. طب اذا كانت اثنين بقوله مش خطية. ثلاثة مش خطية. عشر طعش مش خطية. بقوله اذا احتوى الاقتران اوف الاكس عيق اس غير الواحد والصفر للمقدار اكس من الاقتران غير خطي. اي اشي غير الصفر والواحد غير خطي. لان لاحظوا كيف انه انا بدي اطلع هاد اقتران خط وهذا شو ما الاقتران مش خطي. ويمكن ايجاد قيمة الاقتران خطي عند قيمة معين بتعود ثم اتباع الاولويات. ما علينا هوا. هذا اسم اقتران خطي زي الخط المستقيم. بس هذا مش خط مستقيم اذا هو ليس اقتران خطي. طيب ماشي. فيه اولويات بقولك كيف تحسب الان. هي الاولويات الحسابية. طبعا مش شرط الاقتران خطي وغير الخطي هاي اسمها اولويات حسابية. شيف? بقول لي اجد قيمة المقدار داخل الاقواس. يعني الاولوية لمن يا اخوان اول شي. الاولوية للاقواس. الاولوية كبارز للاقواس دائما. اجد قيم المقادير الاسية والجدور جميحة. يعني بعدين تيجي الامين للاسس والجدور. اقواس اسس جدور. اضرب او اخسم من اليسار اليمين. بعدين بيجي الضرب والقسم من اليسار لليمين. بعدين لاتجمع وطرح من اليسار اليمين. اذا الاولويات عنا. الاولويات هيك نلخص هذا كله الكلام. اول اشي بقوله الاقواس. اتنين. اسس. وجدور. ماشي. ثلاثة ضرب وقسمة. واربعة جمع وطرح. هذول من هم اشدخل من اليسار الى اليمين. الى اليمين. يعني. وانا جاء من اليسار اليمين. لقيت ضرب بعمل الضرب. لقيت قسمة بعمل القسمة قبل. اول اشي مين بلاقي. لقيت ضرب بعمل الضرب. لقيت القسمة بعمل القسمة قبل. فإذا الأولويات أقواس أسس والجذور وضرب وقسمة وجمع وطرح طيب هو بدي يرجع رجعني للموضوع اللي قبل شوي اللي كنت أعمل وانه إياكم وهذا الإشي اللي بيحكي عنه بقول لي إذا كانت جي أوف اكس هذا الإقتران شكينا فأجد كل ما يأتي بدي يجي سالب واحد تقول له هاي بسيطة شو يعني من تعلمتني يا ابوكتاد في الخطي نفس الإشي شو يعني شيل اكس وحط مكانها سالب واحد يعني كل عليكم تيجي هيك ها كان يبرسهم 2 هي 2 نقل نقل ها 2 2 هي 2 x لا بتحطه مكانها هذا هي x بحط مكانها سالب واحد فوق الـ x في تربيع بضل تربيع زائد 2 هي 2 في x بحط مكان هذا الرقم اللي هو سالب واحد كمل ناطس ثلاثة أنا ما عملت شي هون انت بتقول لي جي سالب واحد شلت الـ x i وحطت مكانها سالب واحد x i وحطت مكانها سالب واحد ضدر من التو بس المقصود كان في الأولويات بقول لك تعالوا على أقواسس يعني اثنين هاي اثنين. الا الاولويه هون بدي اقول له سالب واحد تربيع. يعني سالب واحد ضرب سالب واحد. بصير موجب واحد. احنا اثنين ضرب سالب واحد باقول له سالب اثنين ناقص ثلاثة. طب اثنين ضرب واحد اثنين. هاي اثنين. ناقص اثنين ناقص ثلاثة. اثنين ناقص اثنين صفر بروحين. شو ضال? ضال سالب ثلاثة. اذا هاي الجواب. ماشي اقبارز ماشي اقبارز. ها لا تاو يا الله. هون. بقول له هون اول شي فيه ثلاث بحط ثلاثة. هي ثلاثة ماليش فيها. بفتح قوس. شو يعني جيز صفر? يعني حط بدل كل اكس صفر. يلا بدل كل اكس صفر ده حط. اثنين. مكان اكس صفر. يا تربية. زائد اثنين. مكان الاكس صفر. كمل ناقص ثلاثة. جميل جميل. خلاص طال. زائد هي زائد. جيز اثنين. شو يعني جيز اثنين? مكان كل اكس حطه اثنين. يلا اثنين. اكس حطه مكان اثنين فوقيها تربيع. زائد اثنين. مكان الاكس اثنين. ناقص ثلاثة. جميل جميل. ثلاث ماليش في الثلاثة. صفر تربيع صفر. ضرب صفر صفر. اثنين ضرب صفر صفر. ناقص ثلاثة. زائد اثنين في. اثنين تربيع له اربعة. طب اثنين ضرب اثنين. بقول له اربعة. ناقص ثلاثة. لان هو عندي ثلاثة. صفر انساء صفر انساء بضل سالب ثلاثة زائد اتنين في اربعة ثمانية زائد اربعة نقص ثلاثة اتنين ضرب سالب ثلاثة بقول له هي سالب ستة اتنين ضرب ثلاثة ستة وفيه سالب سالب ستة طب هون ثمانية زاد اربعة بقول له اتناعش طب اتناعش نقص ثلاثة يا اخوان اتناعش نقص ثلاثة تسعة طب سالب ستة زائد تسعة سالب ونو موجب المطرح والاشارته للاكبر ثلاثة تن إذن هاي جوابها قديش؟ ثري. ثري يعني كم؟ ثلاثة وننتقل إلى السؤال الذي يليه ويقوله هذا السؤال ماذا يقول يا كبارز اتش اوف اكس اتش اوف اكس طبعا هذا آخر سؤال طبعا بقول لي الاتش اوف اكس يساوي اكس تكعب نقص تلين اكس زادي ون ون يعني واحد اكس تكعيب يعني اكس قوة ثلاث هذا مش خطي اول فرع بده اتش سالب اثنين تقول له اتش سالب اثنين معناها عبر مكان اكس سالب اثنين والله اتطلعوا شو أدي اعمل هون يعني اجيه اتش سالب اثنين والله العملية سهل ياخوان طلعوا كأنكم بتكتبوا هذا نفسه هي هي اكس تكعيب صح؟ اناقص اتش عندي زائد واحد صح؟ يقول قدي صح بتنع شو انتو تقل لكو كتبا لوه شيلوا الكس وحطوا مكانها سالب اثنين يعني هوا باجي هيك بقوله. شيل الى x i. حط مكانها سالب 2. جميل. شيل الى x i. حط اللي مكانها سالب 2. بس هاضل بعملو انا. انا بشيل الي x و بحط مكانها. يعني صار. طب سالب 2 تكعيب. طبعا السالب مرفوع لقوة فردة بيضله سالب. طب 2 تكعيب يعني 2-2-2. 3 مرات 2-2. 4-2-8. هاي 8. اذا حدا قال ستة اثنين تكعيب ستة بكسر صف اسنانك واسنانك الفوقاني والتحتاني. اتفاقنا هاي مش ضرب اثنين ضرب ثلاثة. اه هي معناها اثنين طوبة بعضها كم مرة? ثلاث مرة. طيب سالب في سالب باقول له موجب. اثنين باثنين اربعة يكبر زايد واحد. طيب سالب ثمانية زايد اربعة باقول له سالب اربعة لانه نطرح شرط الاكبر. زايد واحد سالب موجب نطرح بشارة الاكبر باقول له سالب ثلاثة. خلصنا من هاو. نشوف غيره. يلا هون. اتش الواحد. يعني شو بدك في اتش الواحد? يعني عوض مكان اكس واحد. باقول له يلا هون. اتش الواحد معناها واحد فوقيته كعيب. ناقص اثنين مكان الاكس واحد. زايد واحد خلصنا. ناقص اربعة بفتح قوس. اتش الواحد مكان الاكس صفر. يعني هون صفر تكعيب. ناقص اثنين بصفر زايد واحد. تمام? باقول له تمام. واحد تكعيب يعني واحد. اثنين ضرب واحد اثنين. زايد واحد. اه هاي عملية ضرب يا اخوان سالب اربعة قد نضرب هون وهون وهون. بس استانوا شوي سالب اربعة. الصفر تكعيب صفر. اثنين ضرب صفر صفر. يعني هذا كله صفر بضل واحد هون عندي. صارت واحد ناقص اثنين زايد واحد. سالب اربعة ضرب واحد ليه اربعة. يلا. واحد ناقص اثنين بقول له سالب واحد. سالب واحد زايد واحد صفر. صفر ناقص اربعة. اذا الجواب النهائي قديش? سالب اربعة. الجواب النهائي كم? سالب اربعة. ماشي اكبارجز? اكيد يا اكبارجز. والله انكم افخم ناس عند كوكب. انتو الناس بلكم عزة خاصة. دائما معزة خاصة افخم ناس وافخم جيل وافخم ناس انده كوكب واكبر لب لعيونكم اذا مش عجبكم اللبهاض فيه اللبهاض وفيه اللبهاض المهم كل اللبهات لكم وافخم ناس انده كوكب ربي يرضى عنكم يرضيكم الحصة جراح يبلش في حل التمارين يا رب دائما تكونوا مبسوطين بس دعوكم الله الذي لا تضيعوا ودائعوا شكرا